من جانبها أنهت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة لمساتها الأخيرة تؤكد جاهزية جميع مصليات والجوامع بالإمارة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع الجهات والدوائر المختصة حيث تم تخصص 176 مسجدا في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها في صباح العاشر من ذي الحجة يحل على المسلمين عيد الأضحى المبارك لتصدح مع هذا اليوم تكبيرات العيد في جميع المصليات والجوامع بالدولة وهنا حرصت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بأن تكون جاهزة لاستقبال آلاف المصلين بعد أن أنهت تجهيز جميع المصليات في الإمارة الحمد لله كما اعتادت دائرة الشؤون الإسلامية الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز 176 مصلة موزع على إمارة الشارقة بشكل جغرافي يقطي جميع المناطق ومدن إمارة الشارقة منها 133 جامع ومصلة بمدينة الشارقة و27 جامع ومصلة بالمنطقة الشرقية و16 منها بالمنطقة الوسطى يعد عيد الأضحى المبارك أحد العيدين للمسلمين وهو الذي يأتي بعد وقفة يوم عرفة ليحتفل بعدها المسلمون بهذا اليوم المبارك خصصت الدائرة رقم الهاتف المجاني 8001441 للرد على الاستفسارات الشرعية المتعلقة بأحكام الأضحى والعيد وذلك طيلة أيام إجازة أيام عيد الأضحى المبارك تخصص عدد من المصليات والجوامع مع توفير الخدمات المطلوبة حتى يتسنى للمصلين أداء صلاة العيد بكل سهولة ويسر حيث تشمل أعمال الصيانة تنظيف أرضية المصليات وتهيئة مواقف السيارات لجموع المصلين فضلا عن تجهيز مكبرات الصوت وتزويد المصليات بالمكيفات إذن باتت مصليات وجوامع الشارقة مستعدة لاستقبال ألاف المصلين لأداء صلاة العيد لتصدح هذه المنابر بتكبيرات العيد لأخبار الدار وليد عارف من الشارقة